أنا بقيت أحس أن الجروبات دي بقيت دعاية أكتر دلوقت يعني أكل ده ما عافش مين الست مين بتعمل محشي إيه فممكن تجبولك غاية باب البيت طبعاً الست اللي بتشتغل بتشدها الأخبار الزي دي فتلاقيها فعلاً كل يوم في طلبات أونلاين بتيجي على البيت ده أكل ده لبس ده لا وتلاقي مثلاً ممكن واحدة تبقى بتسأل ابنها بقى كون هي بتعمل أكل فتسأل تقول لها هو تقول له مثلاً تامر صاحبك يا حبيبي بيجيب أكل إيه معي فبلاً بيجيب مثلاً جبنة بالطماطم والله يا حاجة فتبدأ بقى تقول يا جماعة أنا ممكن أعمل سندوتشات بيرجر مثلاً لو حد بيعاني من مشكلة الجبن بالطماطم ما معرفش حاجة بس أنا بقول فتبدأ تعمل أعلام بقى إيه عشان خطر إيه تتوفر سندوتشات للطلبة على فكرة عادي ممكن تبقى شغلية أنا واحدة تعمل سندوتشات وتبعاتها مع واقل ابنها أو حمادة ابنها يودي بقى دي تكتب له ورقة دي لسندوتشات وتكتب على الجروب السيدة محمد عاملة مشروع على الجروب عادي بتعمل مشروع أه والله تبقى شغلية حلوة ده توفر على الأمهات أنا عندي مراتي بتدايماً أكون أنا برة تقول لي يلا علشان أنا عايز أنا نام طب أنا أعملك إيه ما تنامي تقول لي لا مهات الفينو علشان أعمل سندوتشات قبل ما نام علشان تصعى الصبح عايزة تنزل على طول فأنا لازم مقيد أن أنا أروح بدري علشان أجيب الفينو علشان هي تعمل قالوا لا طب خلاص نامي إنتي وأنا هعمل الفينو تقول لي لا مصل أنا قال لي يوم تقوز بقى معينة لازم تعمل حاجة معينة بطريقة معينة ترسهم بطريقة معينة في الـ في الـ ده أنت لسه ما شوفت اللانش بوكس اللانش بوكس أنت لسه ما شوفتش حاجة يا محمد لسه ما يكبره شوي